منعاً للإتجار بها وتعزيزاً لحمايتها قررت الولايات المتحدة الأمريكية حظر استيرادها ونقلها إلى أراضيها الحديث هنا عن الأثار الثقافية اليمنية المسروقة والتي رفعت الحروب المندلعة منذ سنوات من منسوب نهبها وتهريبها حيث فرضت الإدارة الأمريكية قيوداً طارية على مواد أثرية وإثنية ثقافية تراثية وحددت القيود بمنع استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية بصورة غير شرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تطبيقاً لاتفاقية 1970 الصادرة من منظمة اليونسكو المعنية بالثقافة المواد الأصلية للمنحوتات الأثرية والإثنولوجية المنهوبة يعود تاريخها بحسب موقع السجل الفيدرالي لجمارك الأمريكية وحماية الحدود إلى 200 ألف قبل الميلاد وتمثل تلك المواد عصوراً مختلفة من التاريخ الإنساني بدءاً بالعصر الحجري القديم ومروراً بالبرونزي وانتهاءاً بالفترة الإسلامية وتاريخ القائمة الأثرية التي بيّنها الموقع الأمريكي لعصور الحضارات القديمة مثل سبأ وقتبان وحمير وفترات الحضارة الإسلامية مثل الأموية والعباسية تتكون المواد المحظور نقلها واسترادها من عناصر معمارية مثل الحجر الرملي والفسيفسات والنقوش المزخرفة وتماثيل لمخلوقات أسطورية ومجوهرات وأختام وطوابع بالإضافة إلى أثاث يعود لقصور تاريخية وسلحة ودروع فضلاً عن عملات معدنية وعظام وعاج وجلود وكتب ومخطوطات ومنسوجات الحكومة رحبت بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بحظر استيراد ونقل الآثار الثقافية اليمنية والذي سيتم العمل به لمدة خمس سنوات ابتداء من فبرائر 2020 وحتى الحادي عشر من سبتمبر 2024 ويمكن لهذا القرار أن يساهم في حال تنفيذه في الحد من عملية تهريب الممتلكات الأثرية التي ارتفعت وتيرة نهبها في بعض المحافظات اليمنية خلال السنوات الماضية